يعني بحقكم مرة أخرى سبشرفني وبنوار النجم الكبير كابتان أحمد أبو مسلم قبل الفاصل كنا نتكلم على تشكيل المنتخب والوضع بالنسبة لمواجهة كودي فورد تشكيل بقى المنتخب قولي زي نلعب بقى بالتشكيلة دي يعني انت حاطيت تشكيلة محترمة جدا وعتقد هي التشكيلة دي الأقرب يعني وان كان أعتقد أبو الفتوح ممكن يبدأ المباراة اللي قادمة انت اخترت أيمن أشرف نلعب ازاي ما زي ما قلت يا كريم بالزبط هو لازم انت عندك مشكلة كبيرة جدا موجودة من أول البطولة في نص ملعب منتخب مصر من أول ما بدأنا البطولة خلي بالك عندنا مشكلة كبيرة جدا عندنا فراغ كبير قوي بين نص ملعب والحطة اللي دوميناي اللي يعتقد فيها مصطفى محمد وفي بعض يعني خطوطي تلايتي عندك كمان خط الظهر برضك مش قريب يعني النص ملعب راجعك في وسط خط الظهر حمد يفتحي أو نيني أو كل الليعب كله عرضي لتحت فما عندكش حد يوصل محمد صلاح ومصطفى محمد لا مصطفى محمد لوحده على طول ولما الوقت بتاري يتحسن نوع عمية ومصطفى محمد بتاري يتعمل له كروسات راح راجل مطلعه شحيح فاحنا بنتكلم في النقطة اللي انت لازم تأمين نص معلاجه بشكل كبير جدا تعمل كسافة فيها عشان تقدر تجاري القوة والسرعة تعالى كودفار كودفارة عندهم كوية جدا وعندهم طرفين ملعب زي ما تكلمنا في الأول بيقدر يوصلوا في أجزاء أو ثانية يعني مش بنتكلم لهم سرعة لا ده هم طيارات بلغة كوره هم سرعة جدا بس احنا بنتكلم لانت عندك كوت منتخب مصر شخصية منتخب مصر انت الراجل اللي بتلعب واخد طولة أفريكا سبع مرات فهم عمليلك حساب بردك فهيبقى المطش قوي جدا بس احنا بنتكلم على التقفيل التاكتيك جواه ملعب زي ما قلنا الثلاثة اللي عاوه في نص الملعب كان حمدي فتحي أو النيني أو عمر السلية بس فيه ناس كتير شايفين الفترة فادت بالطالب اللي هو من الليني بقاش موجود وكده بس مفيش وقت لتغيير تاني حاجة انت هتغير في نص ملعب مفيش حد يقدر يقوم بالمهام اللي هي موجودة دي اتنوعا ما فالثلاثة اللي هتفلك في نص الملعب عندك الناحة التاني نتكلم قدام انا شايف ايمان اشرف غير ابو الفتوح ابو الفتوح راجل لعيب مميز بس جاي من اصابه ونحن بنرعب في افريقيا فيه رطوبة فيه الملعب بقى تقيل شوية هتلاقي الدنيا مختلفة لسه العنصر البدني بتاعه مش مكتمل نوعا ما عشان بقاله فترة ما اشتغلش مصاب فأي من اشرف فهو حيطة ليه المطش ده عايزه عشان هو قوي بالتحاماته قوية بقدر يعمل السهل ما بيتقدمش كتير فده يقفلك نوعا لو هتحطه قدام اي من اشرف انا حطيت اي من اشرف حيطة ليه هتحطه قدام مثلا زيزو او رمضان صبحي بس انا شايف زيزو هو الاجهز الفترة دي عشان رمضان بقاله فترة ما بيتشاركش زيزو يقدر يسحب لك رحيطة ليه و اي من اشرف هفيل لك وره بشكل مميز الناحة التاني صلاح هيبقى تحتيه عمر كمان عبدالواحد انا شايف ان كمان عمر كمان عبدالواحد يبقى عنده انت لعك في عمر لا انا شايف من الناس اللي هي يعني ازبطت وجودها لفترة الفترة عشان كده اقول لك كروش في الكاس العرب طبق سياسته على ناس وناس انا لا طب انت مش علان على عمر في مبارات كوديفور السرعات الناحة لا بالعكس انا علان عنه بحالة واحدة بس لو هو بتلا يزيد بشكل مبالغ فيه يعني انت في مطش الفترة كنا متكلم عن السودان واحترامنا متخب السودان بس ما عندوش انياب حقية ما عندوش السرعة كان عندهم واحد بس اللي هو الراجل الرأس عربا اللي هو الاصمر اللي كان بيجي من تحت ده هو اللي كان سريع شوية ده اللي كان موجود وما احنا بنتكلم على مش كل شوية نطلع الفاتي هو عمر كمال عبدالرح باخد اللي هو عشان هو عنده عنصر اللجوم يموية شوية فياخد لكل شوية يطلع 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 لا انت خلا بلاك الوقت في المطش ده هيبقى بحدود هتقدر توقف اطلع بشكل معين اطلع واحدة ولا اثنين في المطش كله اطلع تلات مرات شيبقى ليك استمر كتير عشان انت عندك لو طلعت الهاف الموجود مكانك هيعملك خطورة هيكشف لك الدنيا كلها فعشان كنه هيبقى الطلوع بعقل فعمر من دنيا يعني الافراز الموجود في المطلع دي كاس العربي اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه اللي انت كانت البطولة دي جاهز داس موازم طيب متفائل متطمن على منتخبنا الوطني ولا الان بشراحة والله احنا لا تكون عندنا تفائل بس احنا بنتكلم المطشين اللي فات هيش مقياس بس احنا بنتكلم على اداء اتحس النعمة احنا بنتكلم مش هو الخصم اللي بنتكلم عليه يعني معالى اناخ غنية استوئية او او اناخ بنسبة مس او السودان ايه بس او السودان مش اللي هم الخصم اللي هو يخوفك بس احنا بنتكلم في أداء يعني نوعا معا السكة برضا كاتخرب لك الفوز بيجيب سكة فالفوز ده طبعا ادنى اقارNAينا حيا شوية مadersو منتخب السودان برضا نوعا معا يعني نحسنا أداء شوية فاحنا بنتكلم احنا متفائلين بس احنا بنتكلم على كروش ياريت يبقى خلينا زمحنا مشيه يعني ياريت يبقى واحدة واحدة استشير الناس المجاز الفني اللي معاني الموجود اكيد انت معك الجاز الفني اكيد هيقولك الصح مش مش موجود انا جاي بفترة معنا شهر ولا شهرين هو اقدر اضرب بالعصار السحرية بس لازم اسمع يعني اسمع بس اشوف فوجة نظر بس اسمع الصح وامتغيلي هو لما سمع الناس اللي موجودين معانا الدنيا اختلفت تكير سمع امتغيلي سمع طبعا اكيد ما انت خلي بالك هو مين اللي عرف المحمد صلاح بيلعب حتة ريما بيطلعش مين اللي عرف مصطفى محمد بيلعب رأس حربة ما اكيد هو اشاف ما هو خلي بالك انا جاي عايزة عمل حاجة جديدة بس دنيا اتقلبت الموضوع اختلف واللعيبة مش هي الامكانات لعيبة يعني هو مصطفى بوكس يعني هو رجل تاع بوكس رأس حربة ما ينفعش اللي عنده السرعات يلعب على هاف رايت او هاف ليفت اللي عنده السرعات دي خلي بالك فيه اتنين محمد شريف يعمل لك اللي هو يلعب على الطرف ويلعب رأس حربة عشان محمد شريف سريع وعنده المهارة ويقدر يشتغل في الحتة دي اما المصطفى ده رأس حربة بوكس بس فما ينفعش انا احط هاف رايت اللي اجرينا نتكلم عن ناحة التانية او التعديلات اللي انت اجبت مثلا محمد عماني محطيته في موضش الاولاني عشان اللعب الراجل اللي هو السيموني اللي هو راجل السريع جدا اللي بلعب في فرنسا دوت عشان عارف اتراكت عليه كتير لا ده ما ينفعش انتخالي باك الفكر ده انتهى من زمان لا ده انا لو اجبت سير دي باك في الحتة دي والراجل اللي عنده التجربة ما عندهش تجربة دولية واول ماتش يلعبها يبقى خايف فالولد نوعا ما بقى يعني خدت ثقة واحدة واحدة صحيح بس انت لما تحطه في الحتة دي ان كان عنده عمر احلى عمر احسن يعني هو في الحتة دي وعنده السرعة نوعا ما هيوقف شوية بس ما نفعش حطوله سير الباك الموضوعات انتهى من زمان يعني الافكار دي من زمان انتهت مش موجود لا خلاص بقى